اشتركوا في القناة وشرافه الدين وعلى البيت الطيبين الطاهرين على أبرار المنتج بإنسية ما خليفة الله في الأراضين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم لأيوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقول الله تعالى في كتابه الكريم إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة الحديث في هذا اليوم يدور بإذن الله تعالى حول محورين المحور الأول محور تربوي أخلاقي والمحور الثاني محور كلامي فلسفي كتتم للبحث الماضي إن شاء الله المحور الأول المحور التربوي الأخلاقي على ضوء هذه الآية القرآنية الكريمة والآيات المشابهة يقول تعالى إن الإنسان خلق هلوعة أهم خطر يتهدد سعادة الشخص والمجتمع هو ما ضغطه الله تعالى إن صح التعبير أو بيّنه في هذه المفردة الواحدة البسيطة في الظاهر وهي مفردة الهلع إن الإنسان خلق هلوعة مصدر تعاسة الإنسان ومصدر الشقاء المجتمع عند التحقيق وعند التدبر هي هذه المفردة إذا كان الإنسان هلوعا في حياته كان شقيا وعاش حياته القلق والاكتئاب وما أشبه ذلك هذه مفردة هذه مفردة الهلوع في علم النفس الحديث يعبر عنها بالاكتئاب السوداوي فالاكتئاب السوداوي إما هو الهلع بنفسه وإما هو ناتج للهلع كما سيتضح الاكتئاب السوداوي يعني الآن كل واحد مننا خليه يتدبر حاله يشوف كيف أن هذه الآية الشريفة بالتدبر فيها نستطيع أن نستكشف مفتاح السعادة في الحياة الشخصية والأسرية وللمجتمع كله هذه المفردة فقط إذا كان الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا فهو شقي والمجتمع شقي وإن لم يكن كذلك فالمجتمع يكون سعيدا والشخص يكون سعيدا أيضا الهلع والجزع إذا كان الإنسان وبتعبير آخر في الشدة جزوعة وفي الرخاء والوفرة منوعة فإنه سيشقي نفسه ويربك وضع مجتمعه ويشقي مجتمعه أيضا هذه المعادلة كلمة واحدة فقط كلمة واحدة فقط الاكتئاب السوداوي الذي هو إما هو عبارة أخرى عن هذه المفردة أو هو ناتج من نتائجها يعني أن تتحكم الأفكار السلبية في الإنسان بعض الناس من هذا القبيل عندما أبنه يتمرض تشوف يتملكه القلق عندما هو يمرض يصاب بالإحباط يقول كل أنا مريض البارحة كانت عندي الأنفل ونزا واليوم مبتلا بأفرض المرض الآخر كوفين ناينتين فرضا باتشر مبتلا بمرض كل يوم عندي ورطة كل يوم عندي مشكلة لا أخلص من المرض إلا وقع في مرض آخر شايفين بعض مرضى السكري هؤلاء عندهم حالة طمأنينة اللي يخلاف الهلع تماما البعض لا هلع في حالة قلق حالة الثراب حالة جزع اللي يعني قلة الصبر بمعنى آخر بعض الناس تحت تحكم فيهم الأفكار السلبية هذا الشقي المسكين شقي في المنوع الدنيوي يعني الأخرى كلام آخر الشقي يعني حياته ميهنة بحياته بمجرد ما يصاب بصداع في الرأس يبدأ العتابة على الرب بمجرد ما تجار تتنكسر ويخسر في تجارته تتملكه الأفكار السوداوية التشاؤمية وما أشبه ذلك بعض الناس حالتهم النفسية من هذا القبيل هلوعا كل ما مرت به مشكلة أو مصيبة أو داء أو بلاء أو حل عليه داء أو بلاء هذه الحالة النفسية تتفاقم فيها عند ضغط دم على سبيل البثال عندما أدري أفرضه لنفرضه وجع في العين حافظت ضعيفة على الرجل الدين أو الطالب الجامعي قد تكون حافظته ضعيفة بس تارة الإنسان يسعى لكي يقوي حافظته هذا معقول تارة كله يأكل بنفسه هذا الذي يأكل بنفسه يزيد الطينة بلة لأنه حافظتك ضعيفة مثلا يعني هو عنده ألم في الظهر شديد هو عنده اضطرابات في المعدة فإذا عاش القلق زاد الطينة بلة إذا عاش القلق القلق هو الذي يولد مزيدا من التوتر ومزيدا من الثراب الاثراب في الجهاز الهضمي ومزيدا من الآلام في الظهر لأن آلام الظهر أيضا جزء منها عصبي ومزيدا من ضعف الحافظة الإنسان اللي يعني هادئ مطمئن البال يحفظ أسرع وينسى أبطأ أما الإنسان اللي يعيش القلق والاكتئاب والأفكار السوداوية وبسرعة ينسى طبيعة هذا أصلا ما يقدر يلتفت جيدا لماذا تقول ما الذي يقوله المعلم أو الأستاذ أو ما الذي يطالعه فهذه كلمة مجزة جدا في سر تعاسة الإنسان أن الإنسان خلق هلوعة الهلع المسمى بالاكتئاب السوداوي بعض الناس الأفكار السوداوية تتملقهم وتتحكم فيهم ولا يفكرون في العلاج لا يستطيعون منها فقاقة الدنيا أيضا كما ذكرنا طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار طبعت شايفين الطابع شنون إذا طبع شيء ختم على شيء فإنه يلتصق به ويلزمه الدنيا هكذا طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار هل يمكن في الماء واحد يلقي له جذوة نار ممعقول الأيام طبعت على كدر يعني الله خالقنا في هذه الدنيا لكي لا يفارقنا على سبيل البدل لا تفارقنا مشكلة أو مرضون أو عرضون أو طارئون أو ما أشبه ذلك فأنت اقبل هذا الوضع يعني مثل ما واحد راح الآن أفرضوا ناس هجراهم هجروا ناسا فسكنوا في المخيمات في المعسكرات المعسكرات لا بيها ماء إلا قليلة مياه السالة يعني ولا فيها كهرباء كثير منها يعني ولا فيها تراب وكذا وشي أخوة أنت ما دام في المعسكر لازم تقبل بالوضع إلا أن تخرج منه نحن الآن في معسكر الدنيا الدنيا كلها معسكر مو أكثر الله يقول خلقتم للفناء لا للبقاء الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها هذا جسر هذا معسكر المعسكر أنت تمرنات شاقة شايفين المعسكر أعتقد كلكم أكثركم رايحين للجندية أليس كذلك؟ حياة شاقة يقول لها بس ما أقول لها قوم انتباه لازم خلال دقيقة واحدة يكون جاهز يعني يقفز من مكانه والملابس اللي لابسها ملابس النوم يغيرها إلى ملابس الجندية ويكون حاضر محضر خلال دقيقة نصف دقيقة عشر ثواني المقدار اللي يعينه وبعدها لازم يسحف على صدري تتمزق إيده والجندية هي هؤل واحد يقول ليش أنا يجبه والجندية هي هذه المعسكر وضع الإنسان فيه لكي يعاني هذه المشاكل كي يتقوى بدنه كي يصلح للمواجهة الكبرى كي يصلح للانتصار على العدو الدنيا كلها معسكر طبعت على كدر وأنت تريدها صفا طبعت هكذا الدنيا بس المشكلة في الإنسان إذا عرف هاي الفلسفة ما يكون هلوع ألا بذكر الله تطمئنه قلوا بيعرف هذا معسكر هذا اللي بالمعسكر يعيش وهو يعلم بأن هذه فترة تمرين ورياضة وزيادة واستزادة نفسيته كلش معنويته كلش رفيعة كلما التمارين ازدادت شدة وقوة يفرح أكثر يعني يدري أنه قاعد يقترب إلى الهدف حتى شوية شوية يصير ضابط فرضا أو يصعد فوق شوية شوية يصير فريق وغير ذلك أما هذا الذي لا يعرف هذه الفلسفة هذه الحكمة يعيش كله في حالة سقط لذا يبقى متخلف يبقى تعيساً في داخله ومتأخراً في ترقيته ما يرقوا أيضاً طبيعياً هذا الإنسان يرقوا من هذا القبيل فهذا هو حال الدنيا حال هذا المعسكر هذا المعسكر الموقعة اللي هو ثواني مو أكثر ثواني مو أكثر الدنيا كلها كسراب مو أكثر كسراب بقيعة يحسبه الله ثواني فدأة واحد يفتحانه يشوف أنه إما إلى جنة إن شاء الله إما إلى ناري والعياذ بالله فهذا هو حال الدنيا وإذا احنا نلاحظ أن معظم إن لم نقل كل معظم المضاعفات السلبية الخطيرة والمشاكل الخطيرة اللي قاعدت تنمو في عالم اليوم تبدأ من مفردة الهلع يعني الإدمان مثلا الإدمان على المخدرات هذه ظاهرة قاعدت تستشري في المجتمعات كلها شرقية غربية إسلامية مسيحية علمانية فشي غريب يعني مخدرات الآن أكو في العالم حسب إحصاء الأمم المتحدة 275 مليون مدمن على المخدرات هذا الرقم كل شيء مذهل 275 مليون مدمن على المخدرات عام 2021 طبعاً يعني العام الماضي رقم شنو السبب الأساسي للإدمان هو الفرار من القلق هذا السبب الأساسي أكو أحداً أسباب أخرى لكن السبب الأساسي الإكتئاب يبتلى بمشكلة مع زوجته فيلجأ للمخدرات وأصدقائي يخدعونه تبتلى بمشكلة مع زوجها تلجأ للمخدرات ينكسر في تجارته يضردون من عمله ما أدري يسقط في الامتحان الجامعي أو غيره فيلجأ المخدرات فيزيد الطينة بلة هذا الإنسان مشكلته شنو أنه قليل السب وأنت سقطت في الامتحان ومرة ثم رح تنجح ومؤخر الدنيا خسرته في التجارة في التجارة اللاحقة رح تنجح ضعفت عينك الحمد لله أذنك قوية قلبك لا يزال يدق سليمة وهكذا نعمة واحدة أخذت وعشرات النعمة الأخرى لا تزال موجودة هذه المشكلة العالمية المعاصرة اللي الآن بدأت تجتاح العراق أيضاً جزء منه طبعاً تخطيط جزء منه ضعف نفس يعني الطرف ما يفهم شنو هي القضية يصور بأنه عندما لجأ إلى هاي المخدرات يخفف عن نفسه يعني يريد الطمأنينة يحصل عليها من المخدرات ولا يعلم بأنها هي مكمن الداء هي مكمن الداء ثم مكمن الداء ثم مكمن الداء في أمريكا وحدها الذين أدمنوا المخدرات ستة ملايين إنسان دول المدمنين تماماً يعني أقوى حضارة على وجه الأرض تعجز عن علاج فالشيء كل شيء بسيط كل شيء بسيط علاج مع أنهم خصصين لمليارات الدولارات لعلاجها هؤلاء المشكلة في الهلع ليس في المخدرات أن عالم اليوم وعدم التوجيه والتربية في المناهج الدراسية في المدارس أقوى فالشيء بحث عن الهلع شايفين لو ما شايفين شايفين حتى في الحوزة بحث عن الهلع لأن قد يكون رجل الدين أيضاً يبتلا بالهلع قلة الصبر وشدة الحرص إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً فوراً يجزع يقل صبره ويرتفع ضغط الدم عنده والجلطة في القلب أيضاً كثير منها من هذا القبيل يعني بله له هذا الأساس الجلطة في المخ وفي القلب العامل الأساسي له والقلق والاكتاب هذه المفردة مفتاح السعادة ومفتاح الشقائي موجود فيها الهلع هل وجدتم في المناهج الدراسية منهجاً يتكلم عن هذه الآية القرآنية الكريمة اللي علم النفس الحديث أيضاً توصل إليها علم الأعصاب توصل إليها أو إلى بعضها مفتش غريب قعد نقوله مفتش تطابق عليه العقل والنقل والعلم العقل والنقل والعلم الإنسان عندما يبدأ في حياته الأسرية يعني يبدأ طفلاً وينمو ويكبر يشوف مشاكل إذا أكو تربية له أنه يا أيها الإنسان أصلاً هذه الدنيا مخلوقة لك تكون أنت طارة على سبيل البدل في هذه المشكلة طارة لك جار يؤذيك وأخرى لك شيطان يغويك وثالثة هناك سلطان يرديك كل مرة فتشكل طبيعي إذا تخلصت من السلطان الجائر تبتلب المعاري أفرضه بالصديق المنافس أو تبتل تبتل بالعدو الغاشم إذن نقول هذه المفردة مفتاح السعادة ومفتاح الشقاء موجود فيها الهلع فشنه هي السبل شنه هي الطرق منها نبدأ يعني ندري بأن مشكلتنا الأساسية هي الهلع الهلع معناته بتعبير آخر أن يكون الإنسان عند الشدة قليل الصبر شديد اليأس كثير التبرم والتضجر وعند الرخاء يكون منوع وإذا كان عند الرخاء منوع يسبب شقاء المجتمع يضاف إلى شقائه بدرجة يسبب شقاء نفسه بكونه جازعا وجزوعا يسبب شقاء المجتمع بكونه منوعا وفي الرواية أكبر أنه إذا الناس ما جاع فقير إلا بما متع به غني إذا الناس لم يحرموا الأثرياء لم يحرموا الفقراء من الزكاة والخمص ما كان هناك فقير على وجه الأرض يعني خلق الله من الثروات على وجه القرى الأرضية ما تكفي للكل وتزيد لكن البعض استأثروا فأساءوا الإثرة وكانت النتيجة شقاء المجتمع فهذا إذن هو إجمال وإيجاز من الكلام في الشطر الأول إذن نبدأ من الخطوة الأولى أن هذه المفردة القرآنية الكريمة خلينا ندخلها في المناهج الدراسية خلي من الصف الأول الابتدائي إلى الجامعة الطالب أو الطالب ترون بعض الناس قاعد ينتحرون ليش لأشياء حقيقة هافها يعني سقط بالامتحان يروح ينتحر جزوع المسكين هذا هلوع المسكين ما يدري ما أحد عرفه كيف تتعامل مع الانهيارات الاجتماعية أو الاقتصادية أو غيرها مع المشاكل وما أشبار اختلفت مع زوجها لنفرض أن زوجها ضربها ظلما ولا يجوز ظلان روح تحرق نفسه أو غير ذلك هذا معناته أن الطرف لا يفهم معادلة الحياة وأن الحياة التي خلقت وطبعت على كدر كان لازم إحنا كأباء كأمهات كمعلمين كمناهج دراسية كخطباء كأساتذة كدورات تنموية نفهم الناس نعرف الناس نعرف أنفسنا أن هذه هي المشكلة الرئيسية فما هو الحل الذي ينبغي أن نتبعه أول شيء أن نفهم أن هنا مكمن أداء وهنا مربط الفرس فهذا أولا في البحث الأخلاقي التربوي على ضوء الآية الشريفة وأما البحث الثاني تتمة للبحث الماضي قلنا بأنه المتتبع للآيات القرآنية الكريمة في مفردة الإنسان يجد بأن الله سبحانه وتعالى غالبا في الأعم الأغلب عندما يستخدم هذه المفردة مفردة الإنسان فالمحمول أو الحكم أو الوصف سيكون في مقام الذن وفي مقام السلبيات وفي مقام النواقص أو التأشير على مواطن الضعف ومقام الخطر إن الإنسان إن الإنسان ما قال إن البشر أنا اتبعت عموما هكذا أكو استثناءات لها وجه في الأسبوع المقبل راح نقول وجه الاستثناءات الآن سنقول وجه الطابع العام بين اللطيف بين مفردة البشر ومفردة الإنسان أكو فد اختلاف عجيب في الآيات القرآنية الكريمة عندما الله يستخدم مفردة البشر في العديد من المواطن غير تلك المواطن سنأتي لها البيان البلاغي عندما يستخدم حتى واحد ليس تشكيل لأنه ليش ماكو اضطراد هذا الاضطراد راح نجاب عنا لاحقا عندما يستخدم سبحانه وتعالى في العديد من المواطن مفردة البشر يستخدمها في مواطن المدح والثناء فرضوا الآية الشريفة مثلا إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين ما قال إنسانا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين عندما الظاهر يتكلم عن المقام المآلي لهذا الإنسان المقام المآلي يعني ما الذي ينبغي ما الذي سيأول إليه أمره أو ما الذي يقتضي أن يأول إليه أمره يجيب مفردة البشر إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين الآية الثانية يقول تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه ما يقول إنما أنا إنسان مثلكم أقول لازم يكون تجانس بين الوصف والموصوف يسموها مناصبات الحكم والموضوع إنما أنا بشر يوحى إليه البشر يوحى إليه شن الحكمة في ذلك الآن سنذكرها إن شاء الله هذا البحث اليوم جزء من الجواب عن الإشكال اللي طرحناه في الأسبوع الماضي قل إنما أنا بشر هذا البشر أنتخب ليش هذه المفردة أنتخبت هذا البشر له صلاحية أن يوحى إليه له شأنية أن يوحى إليه له قابلية أن يوحى إليه أما الإنسان بما هو إنسان إن الإنسان لا في خسر عندما يتكلم عن الإنسان الإنسان مع البشر عندنا مترادفان لكن عند الدقة لا ترادف بينهما كما سيظهر أكثر لاحقا إن شاء الله إن الإنسان لا يضع إن الإنسان لا في خسر خلق الإنسان ما قال خلق البشر وهلوع لأن البشر عادة تذكر في مقام المدح أما الإنسان فهو لا بالشرط كما سيأتي بزيد إضاحا لذلك لاحظوا الآن معجب مقاييس اللغة يقول عن الباء الباء والشين والراء يعني بشر أو بشر أو ما أشبه هذه المادة الباء هذا معجب مقاييس اللغة من أهم كتبنا المصدرية في فقه اللغة يقول الباء والشين والراء ظهور الشيء مع حسن وجمال هذا مستبطا في معنى البشر والبشر فطبيعي لازم الله يجيب المجانسات إليه أو أي إنسان حكيم آخر عندما تريد تمدح جيب كلمة البشر عندما تريد ذم جيب كلمة الإنسان عندما تريد تتوسط بينهما جيب كلمة النفس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها يقول الباء والشين والراء ظهور الشيء مع حسن وجمال إذا ظهر شيء بمجلياته الجميلة الحسنة الرائعة الأخ هذا فيقال له بشر ولذا يقول البشار بفتح الباء الجمال البشير ما عندنا في الآية الشريفة فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه ما قال فلما أن جاء الإنسان البشير البشير شنو هو البشير الحسن والوجه هذا المعنى بلوها هو الأصلي إلى ثم قيل على الحسن الخبر يعني عندما واحد يجيب لك خبر زين تقول البشير ليش؟ لأنه يفرحك يبشرك ويقول بشرك الله بالخير هيكلها المفردة واحدة ليس أكثر المادة واحدة البشير والحسن والوجه فأنا أضبط إلى الحسن والفعل الحسن والقول الحسن والإنباء هذا بشير البشارة هذه المفردات كلها معنوسة عندنا ماذا يقول فاتش عجيب الرجل حتى نقول له وين دليلك أصلاً استعمالاتنا العادية نقول له بشرك الله بالخير بس نقول له أنسنك الله بالخير من الإنسان يعني ما نقول له هو والبشارة بالخير المبشرات ما عندنا المبشرات المبشرات أصلها الرياح التي تبشر بالخير عند الجذب فإذا جاءت الرياح مبشرة بمطر ينعش البلاد ينعش العباد ويحيي البلاد وهذا مبشر إذن مفردة البشر بمناسبات الحق والموضوع إذا ألا يريد يمدح أو الإنسان يريد يمدح يريد أن يثني فمقتضى القاعدة إلا لو خرجنا عنها لدليل ذلك إلا لو خرجنا عنها لدليل سيأتي إنه بعض الأماكن قد نخرج عنها لدليل شنو ذاك الدليل لازم نذكره هذا مقتضى القاعدة الآن مقتضى القاعدة أن يقال البشر فإذا سويت إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وهكذا العديد من الآيات الأخرى الكريمة أما الإنسان إذن الآن تكلمنا عن البشر وجه انتخاب مفردة البشر عندما يريد الله سبحانه وتعالى أن يثني على هذا الإنسان شنو هو لنه البشر والبشر يعني المبشر بالخير يعني الحسن يعني الجمال بتعبير آخر يعني الظهور مع حسن وجمال الظهور مع حسن وجمال أما الإنسان باختصار وتتم إن شاء الله الأسبوع القادم لكن نقول وجها يفي الآن بجواب واحد على الأقل أما الإنسان ففيه احتمالان الاحتمال الأول أن يكون الإنسان مأخوذا هذا بحث في فقه اللغة اللي قاعدنا نتكلم عنه اللي يحل كثير من المشكلات أن يكون الإنسان مأخوذا من النسيان هذا احتمال والبعض ذاكري الاحتمال الثاني أن يكون الإنسان مأخوذا من الأنس أو الإنس احتمالان نحن على كل الإحتمال سنتكلم هل الإنسان مأخوذ من الأنس أو الإنس أو الألف الهمزة والنون والسين كما هو مقتضى السياق إنسان أنسة هذا احتمال سنوضح لما في الأسبوع المقبل على ضوء هذا الاحتمال الآيات انتخبت مفردة الإنسان لكن الآن نبدأ بالاحتمال الثاني أو الأول بالتسلسل المهم أن يكون الإنسان مأخوذا من النسيان هذا بعض اللغويين ارتأوا هذا الرأي ومنهم أبو هلال العسكري في كتاب معجم الفروق اللهوية هذا من أهم من كتب في هذا الحقل فهذا الكتاب ينبغي لكل رجل الدين أن يكون معه يقوله في مفردة الفرق بين الإنسي والإنسان إلى أن يصل والإنسان والإنسان يقتضي مخالفته البهيمية يعني ون يقول الإنسان في مقابل البهيمة فيذكرون أحدهما في مضادة الآخر ويدل على ذلك بيته القصيدة الآن هنا ويدل على ذلك أن اشتقاق الإنسان من النسيان وهذا اللغوي مشهور ومعروف وخريت فان هذا اجتهادة هل نقبل اجتهادة ما نقبل على هذا الاحتمال أن نتكلم سنقبل اجتهادة لكن بوجه آخر سيأتي سندخل في علم الاشتقاق الكبير لتصحيح كلامه هو من باب الاشتقاق الصغير لتصححها فإذا قبل الله قبلناه وإلا عن طريق الاشتقاق الكبير بلا شك كلامه صحيح سيأتي إن شاء الله في الأسبوع المقبل برخنة ذلك بالاشتقاق الكبير لكننا نبدأ بالاشتقاق الصغير حسب كلامه ويدل على ذلك أن اشتقاق الإنسان من النسيان ينسى النعم لذلك يستحق أن يذكر مشكلة الإنسان ينسى أن له ربا مهيمنا عليه ينسى فأله يقول له أن الإنسان ليضغى أن الإنسان لربه لكنوت الإنسان إذا كان من طبعه ووجه اشتقاق هذه المفردة أنه ينسى ينسى عظيم نعم الله عليه فيضغى ينسى أن وراءه الجنة والنار فيضغى ينسى أن هذه المعاصي عواقبها في الدنيا وخيمة فكيف بالآخرة فيظلم فإذا كان الإنسان اشتق في جوهره من مفردة النسيان نسيان ونعم الله سبحانه وتعالى نسيان الآخرة نسيان الجنة نسيان النار نسيان الآثار الوضعية للذنوب والمعاصي فينبغي أن ينبه دائما يقول له أنت بما أنت إنسان لازم أذكرك بما أنت بشر اللي هو يراد به الجانب الإيجابي يتكلم عن الجانب الإيجابي لكن بما هو إنسان ينسى وينسى فلازم أذكره طبعا ما دام أنت إنسان وهناك روايات ستأتي إن شاء الله لأسبوع القادم لكننا خلنكمل ويدل على ذلك أن اشتقاق الإنسان من النسيان وأصله إنسيان حسب رأيه فلهذا يصغر وفيقال أنيسان إلى آخر كلامه ثم يقول في مادة البشر مادة أربعمائة الفرق بين البشر والناس أن قولنا البشر أو البشر أو ما أشبه أن قولنا البشر يقتضي حسن الهيئة وذلك أنه مشتق من البشارة أو البشارة وهي حسن الهيئة يقال رجل بشير وامرأة بشيرة أو بشير على رأي آخر إذا كان حسن الهيئة فسمي الناس بشرا إلى آخرين وللبحث صلى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر